لا يزال نظام مبتكر من القنوات المائية انشئ قبل نحو 1700 عام في جنوب البرو ويبدو من الجو كأشكال حلزونية مذهلة يروي حتى اليوم الوديان القاحلة في منطقة ناسكا الشهيرة بسلسلة من النقوش الصخرية القديمة الغامضة وينقل نظام الرأي هذا المياه الجوفية وتلك الناجمة عن ذوبان الثلوج على الجبال إلى الأراضي الزراعية وتستفيد حوالي 900 أسرى من صغار المزارعين في ثلاثة وديان من النظام الذي ينقل بين 18 إلى 20 لترا من المياه في الثانية وهذا النظام الذي يبدو كأشكال حلزونية من الجو يشكل في الواقع عبارة يصل عمقها إلى 15 مترا تتيح الوصول إلى أروقة تحت الأرض عبر منحضر حلزوني وبنيت هذه الأروقة تحت الأرض بالحجارة وعوارد من الخشب وفي نهاية الأروقة خزان يتيح سحب المياه كما يتألف النظام أيضا من قنوات على سطح الأرض أعتمد أن 29 أسرى تحت الأرض وعوارد من خلال حلزوني ومثلت حضارة نزكا كذلك ابتكار صور عملاقة غامضة تمثل حيوانات ونباتات وكائنات مذهلة وأشكال هندسية يمكن رؤيتها من الجو واكتشفت في المنطقة قبل أكثر من نصف قرن بقليل وهذه الصور المسمى خطوط ناسكا أدرجتها اليونسكو عام 1994 ضمن لائحة المواقع التراثية العالمية ترجمة نانسي قنقر